اشتركوا في القناة أسم الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة عضو الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وممثلي الجهات الراعية والداعمة للسباق الدولي شركة بتلكو ومجلس التنمية الاقتصادية وشركة بابكو وعدد من الملاك والمدربين والفرسان العالميين المشاركين في السباق وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية المختلفة هذا وتمت القرعة على 14 جوادا من مختلف الاستبلات العالمية والبحرينية والتي ستخوض المنافسة القوية والمثيرة على مضمار البحرين الشوط السابع والرئيسي لمسافة 2000 متر ويأتي تنظيم سباق البحرين الدولي للخيل للعام الثاني على التوالي على مضمار البحرين ليشكل حادثا مميزا في تاريخ نادي راشد للفروسية ويؤكد نجاح فكرة تنظيم هذا السباق التي انطلقت العام الماضي على مضمار البحرين وذلك تنفيذا للرؤية التي وضعتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة واسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا من أجل تهيئة أفضل السبل التنظيمية لإنجاح هذا الحدث الدولي وتعزيز الثقة الدولية التي اكتسبها سباق البحرين بعد النجاح المتميز للسباق الأول هذا ويترقب جهود سباق الخيل في مختلف أنحاء العالم انطلاقة سباق البحرين الدولي والتنافس القوي والمثير من مجموعة من الجياد العالمية التي تمثل عددا من الصبلات المعروفة في عالم سباق الخيل ترجمة نانسي قنقر